ما تأثير أسة آلاء الياسر ما تأثير هؤلاء أصحاب المحتوى الهابط على الطفل وعلى العائلة العراقية والمجتمع العراقي بصورة عامة تضلي أهلا وسهلا بك أستاذ رائد وكل جمهور قناة MBC العراق أو جمهور برنامجكم أحييك وأحيي ضيفيك الكريمين الحقيقة احنا قبل من وجه العتب واللوم على العائلة العراقية اللي أكيد هي إلها دور كبير وخاصة في متابعة أطفالها في تحديد الوقت اللي ممكن أنه يستخدمون بالموبايل أو يستخدمون بأي وسيلة أخرى يعني أنا اليوم كنت باللقاء فانصحت كل الأهالي أنه يكون هذا الوقت هو ساعتين ويكون مراقب من قبل الأب والأم وبالنسبة للي من فوق 14 سنة فما فوق واللي أقل من هذا الأمر مفهوظ ذا يردون ينطوهم تاب أو موبايل ينطوهم يانس ساعة وهم قاعدين يمهم وعلى مواقع محددة تعليمية أو حتى أفلام كارتون أو إما لا ما شابه ذلك لكن العتب الأكبر هو على الإعلام الإعلام هو رسالة الإعلام هو صورة عاكسة للمجتمع أنا عتبي على القنوات اللي تستضيفه نماذج بها محتوى عدها محتوى هابط وتقعد تحتي عن علاقاتها بالسياسيين وعن علاقاتها إيش قد حصلت من فلان وإيش قد حصلت من علان هذا الوقت أكو عدنا يعني إحنا مو بس نجعل السوشيال ميديا إحنا أيضا عدنا جمهوري تابع التلفزيون شوف كم ابنية مراهقة قاعد تتفرج على هاي اللي قد تتبجح بإنجازاتها العظيمة وهاي راح تأثر بيها لأنه هاي طفلة مراهقة راح تكون هاي تتأثر بيها وتعتبرها إنه هي قدوة إلها فراح تحاول إنه تقلتها بصورة أو بأخرى لذلك نشوف نسب الطلاق عدنا صارت هواية الحالات اللي أخ نقول التحرر اللي صارت عد بعض الفتيات أيضا كلش كثيرة حتى بالنسبة للشباب أيضا نفس الحالة فأني عتبي على هاي القنوات اللي يجيب وتلفظون ألفاب محلوة أو حتى ممكن إنه يطلعون بهيئة محلوة ويقعدون يسولفون سوالة ما تليق لبوا المجتمع العراقي لولا بمعايير المجتمع العراقي ولا بأخلاق المجتمع العراقي يعني بأي وقت إحنا عدنا هايج ضواهر و هايج فتيات يعني سابقا كان المرأة تكون محتشمة بملابسها تكون محتشمة بكلامها اليوم صار عدنا نماذة سيئة قاعد تنقل صورة مو حقيقية صحيح عداتهم قليلة بس للأسف هذون داي يصدرون بقائمة مشاهير العراق ترجمة نانسي قنقر